كلُّ الناطرين لأنك جاية عنك اليوم ناطرين ناطرين شو؟ مينك؟ مين أنت؟ شو علقتك بأله؟ شو علقتك بالآخر؟ شو علقتك بزيتك؟ وشو ناطر؟ ما بكرة جاية؟ شو بدك منه؟ شو بدك من بكرة الي جاية؟ سؤال كتير كبير مبارح مرق وما بقى يرجع ويوم اللي غلطتها الغلطة مرق وما بقى يرجع تتصخخها ويوم اللي كنتم مفضل تكون أحلى من هاك مرق وما بقى فيك تحسنه أدامك ما في إلا بكرة وأي بكرة؟ كيف بدك يكون بكرة؟ أكيد تجاوب على هيدا السؤال كيف بدك يكون بكرة؟ بيضل السؤال الأول مهم مين أنا؟ وعن بتلاحظوا أنه بكل الأحوال هيدا السؤال بكل التأملات اللي مرقوا أو لحد هلأ بعضه مطروخ مين أنا؟ ترى في جواب على السؤال أنا مين؟ وقلنا أنه كتر حاولوا يفتشوا على جواب وعطيوا كتير أجوبة قدروا يوصفوا علاقات الإنسان قدروا يوصفوا تفاعلاته قدروا يوصفوا كتير إشياء بس بيبقى السؤال أنا مين؟ من وين جاية؟ لوين رايح؟ شو ماناية الموت؟ هل يطرى معه بيخلص كل شي؟ الموت الموت آخر شغلي بتصير من مبارح بس آخر شغلي ظاهرياً ما له بكرة الإنسان بظل متأمل ببكرة بس مع الموت ما بيعود في بكرة والموت متل كأنه جاي يقلك سؤالك مين أنا؟ عبثي ما في إلو جواب هروب من هالسؤال وعيش يومك متل ما هو عيش اليوم بكرة ما بتعرف شو هو وبكرة ما بتعرف كمان إذا بقيلك الموت هو العلامة الكبرى على فشلك على خلاص كل شي على أنه بيخلص كل شي بتعمله بينتهي كل شي بتعمله وكل سعيك وكل جهادك عبس هايك الإنسان إذا ما برضو يتطلع إلا بحاله إذا ما برضو يفكر إلا بذاته وإذا ما برضو يفكر إلا بيهلأ أو بيبكرة أقول لكم في شي أبعد من حدا من هلأ في شي أبعد من بكرة في حدا أبعد من هلأ في حدا أبعد من بكرة و الله معك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر